زيارات عديدة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة المصرية منذ توليه مناصب رسمية في الحكومة الفرنسية كانت آخرها يوم الخميس حيث بحث في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملفات عدة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال إن السيسي أكد خلال المقابلة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما تمر به المنطقة من أزمات أثرت على العالم أجمع ومنها الأزمة الليبية حيث أكد الجانبان على ضرورة إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد من خلال إجراء الانتخابات باعتبارها مصدر الشرعية الوحيد وفيما يخص الأزمة السورية قال المتحدث الرئاسي أن الرئيس المصري شدد على موقف مصر المؤيد للحل السياسي في سوريا والحفاظ على سلامة أراضيها ودعم الجهود الرامية إلى وقف نزيف الدم في البلاد أما بالنسبة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط فقد أكد المتحدث دعم القاهرة للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتواصل إلى تسوية عادلة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 تكون في القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين يأتي هذا فيما صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان قبل المحادثات أن لودريان سيؤكد أثناء اجتماعه مع السيسي ضرورة أن ينفذ في شكل سريع الأعلان السياسي الذي تم تبنيه خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في أواخر أيار مايو الفائت بباريس حيث التزم أبرز القادة السياسيين الليبيين يومها بالعمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول ديسمبر 2018 حيث من المنتظر أن يكون لمصر دور مهم في تطبيق هذا الإعلان الليبي كما أوضح المتحدث الفرنسي أن المباحثات ستتناول حقوق الإنسان في مصر في ضوء حملة القمع التي استهدفت المعارضين المصريين في السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر